السلام عليكم النهاردة اول زيارة ليا للصين بعد ما فتحت حدودها مع هون كونج النهاردة يوم الثلاث تقريبا 12 مارس او حاجة كده مش متذكي والله بس عشان كده العدد مش كتير ولازم زي ما انتو شايفين الناس بتملى بتملى يعني هلو تدكلاريشن فورم لازم نملى استمارة نقول فيها ان لما نشوف ايه الاجراءات المختلفة التابعة طيب نقفل بلات اللي اني لازم نعمل الاجراءات الاول قبل ما ندخل على الحدود ان شاء الله لما ادخل عد الحدود وادخل الصين هبقى اسجل لكم السلام عليكم عدنا الحدود حدود هون كونج وفي الطريق للصين دلوقتي الاعداد كبيرة جدا كنت متخايل ان العدد كبير كده رغم ان النارده يوم الثلاث كده دخلت حدود الصين يعني ان شاء الله نعدى الجمارك الاخيرة ديت وكده نبقى دخلنا الصين رسميا خطيرا دخلنا حدود الصين بابدود الشنجن نو خطيرا خطيرا شونجن نو خطيرا شونجن لا خبر على اليه فياكون كل دول ما انتظرين خطيرا شونجن خطيرا شونجن ثلاث سنين وثلاث تشهر والحدود مقفوظة ده اول مرة ادخل ادخل الصين من ادخل شنجن يعني من ثلاث ثلاث سنين وتلاث اشهر عندما نرى ماذا تغير فيها لها وحشة والله الصين شنجن شنجن ديكم تباقيها تقريبا كل اسبوع كل اسبوع نص مكتبتي نص مكتبتي من الكتب الصينية وكتير من الكتب الإنجليزية شاريها من المكتبة المكتبة اللي هنا مكتبة اسمها شو تشونغ يعني بوك سيتي مدينة الكتب مكتبة عبارة عن يعني مبنى كبير من خمس او ست دوار كل دور متحصص في في نوع معين من انواع الكتب ده الميدان ميدان اللي عنده محطة القطر بين حدود هونج كونج وشنجن اللي هناك دي بقى ده المبنى اللي حكومي الجماري كعني اللي بنعد منه لداخل هونج كونج ندخل دي بداية بداية شنجن بداية شنجن اللي قدامنا ده على طول مبنى في الوش ده 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 مبنى لقوه كده دخلنا في وسط البلد منطقة اسمها كونج وقعدة في البنك ننتظر دوري دامي لسه ستة واربعين واحد بانك الصين بدنا يصبح خلصنا مشوار البنك فلعندي لاتي على مطعم مطعم المفضل عندي مطعم اسلامي مطعم المفضل اللي لما باجي شنجين لازم اروح اتغدى فيه او اتعشى فيه فقالي اكتر من ثلاث سنين مرحتوش فنروح بشروف اتغاية ولا موجود لسه في مكان ولا ايه الاخبار لما نروح ان شاء الله نبقى مصور من هناك السلام عليكم مطعم اتشال مطعم كان مكانه هناك مكان المطعم اللي فاته بديه مكان تغير بشكل يعني نثبت سبعين في المئة او خمسين في المئة تغير سوبر ماركت افل في اخساره ده كان سوبر ماركت اسلامي كنا دايما راح ديجي ويبطع من هي عنده اللي هناك في مطعم اسلامي مش عارف بقى ليسا فاتح ولا ايه اصبح مجرد ده محل جزارة صغير وده كان مطعم اسلامي ده برضو كان مطعم اسلامي افل ايه ده ده زارة اسلامي ده فندق اسلامي ومطعم اسلامي ده الفندق وجنبين مطعم ده سوبر ماركت صغير فاس محلات ما تغيرتش وكاس مما عملوا جنب المطعم على طول والكوندو عملوا محطة مترو ده الصندوق هيا ده المطعم الاسلامي المفضل لدي نقل من المكان المعتاد الى هذا المكان الجديد ولكن قريب جبدا منه ده يعني شهل ماشاء الله مطعم كبير وحز داخل المطعم الاسلامي العاش عندهم مفوض يبدأ بعد قليل عادة بيتعاشوا الساعة ستة منذ ذلك المطعم يعني فاض شوية كويس يعني انا قاعد براحتي وانتظر الاكل ده يعتبر غدايا وعشايا لان اليوم كله قضيته في البنك بس الحمد لله يعني انجزت وخلصت كل اللي عايز اخلصه نرجع بقى نتغدى ونرجع الى هون كوم اللحمة دي اللحمة تشين تيان من امتع وقلز اللحمات اللحم اللي ممكن الواحد يكرم الشطة اللي بيحطوها علي ديت بتدي اللحمة يعني طعمه لا يقوم الرائحة يعني تتملق الشرع كله انا باجي المطعم مخصوص عشان اللحمة ديت بعد ازنوكم بلا روعة نعود الى هون كومبو افراد الكريم ايضا نقول ايضا رمضة رمضة او 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 اواق او 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 اواق او او اواق اثنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منطقة دي هي ما مشينا فيها ويا ما عيشنا فيها سنوات وسنوات ثلاثين سنة في هون كونغ كنت على طول باقي الصين شنجن شنجن يعني شنجن يعني قدود معا هون كونغ عمر كامل واحد أضافي في السوار العديات تقوّل في السوار العديات تقوّل في السوار العديد تقوّل في السوار العديد هادي الخدود دول بقى الناس لسه جايين من هون كونغ لسه جايين من هون كونغ للصين ودول الناس لسه جايين من هون كونغ ودول الناس في انتظارهم سونيين في انتظار دا هم نواصلين وإحنا ماشينا هم نواصلين وإحنا ماشينا في السوار العديد آخر المنظرات الكتب يوجد مكان المنظرات الكتب المنظرات الكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر